فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية شيخ حل لنا أن نقول في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد كتب الحسناعة وأننا نتكلم فقال اعملوا أنه ما علمنا بالقدر إلا من خبره صلى الله عليه وسلم فكما يجب التصديق بخبره يجب التصديق بالامتثال لأمره أنه هو الذي صلى الله عليه وسلم أخبر بالقدر وقد أمر بالعمل في قوله في أعمله هو ما أخبر بالقدر صلى الله عليه وسلم من أجل أن نعطل الأعمال ونتكل على القدر وإنما أخبر بالقدر من أجل أن نؤمن به ومن أجل أن لا نجزع إذا فاتنا شيء بعد فعل السبب إذا فعلنا السبب ولم يحصل المقصود لا نجزع ولهذا قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل فأنت عليك فعل السبب فقط وأما القدر والقضاء فهذا من شأن الله سبحانه وتعالى لا تدخل فيه ترجمة نانسي قنقر